واحدة من اهم المشاكل اللي بتواجه الدورة المصري هو كفر التعادل الفرق. الدورة احنا الكواليتي بتاعت الكرة عندنا ما تستحملش ان احنا كنا عندنا 12 فريق. وده انا يعني لو عايزين يطور الكرة في مصر لازم ننزل تدريجيا في خطة من خمس سنوات ان الدورة المصري يكون من 14 فريق فقط. وزمان لما كان الدوري جامد قوي في قولة سنات وكده كنا 14 فريق وقابلها كنا 12 فريق. كنت هتلاقي كل فرقة فيها على العالة الاربع خمسة العيبة جاندين. ما رايش 12 ولكن 14. كل دولة بتحدد عدد الفرق اللي بتشارك في الدوري الاعلى برده بالكواليتي بتاعة اللعيبة الفرق اللعيبة اللي عندها بكواليتي كرة. يعني في اسكوتلندا عندهم 12 فرقة وكان عندهم عشرة بكده. كان لديهم 4 ادوار. الكرة في مصرية لم ينصالح حالها إذا تم تقليص عدد المصوطي ومن لهم حق التصويت في الانتخابات الجانعية العمية للاتحاد الكرة. انا بقى نور حاجات للمسؤولين علشان احنا بنتكلم في مشاكل فرعية متكلمش في مشاكل الرئيسية. لازم الدول المصر يكوى من 14 فريق. ولازم يحق للتصويت في انتخابات اتحاد الكرة عن بيت الدول المنتز فقط. بفضل. عن بيت الدول المنتز فقط ولا حتى المنتز بيت. عن بيت الدول المنتز فقط. يعني ليه حق التصويت في انتخابات تحاد الكرة. ويبقى في فليوم للصوت. اللي زمالك والاهلي اصواتهم غير تاريخ. غير الاصوات اللي زمالك.